السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب النهاردة ان شاء الله هننضف مع بعض الكرشة بطريقة سهلة جدا النهاردة بقى هنعملها على طريقة الجزار زي ما بيعملها بالزبط هنعملها زيه بطريقة سهلة جدا وبسيطة وبدون اي افتكاسات ولا اي حاجة خالص بيمكون واحد بس سحري بنحطه على الكرشة بيخليها شمعة منورة زي ما انت شايفها كده بالطريقة سهلة جدا ولا متعبة ولا مكلفة ولا اي حاجة خالص زي ما انت شايفها بسم الله ما شاء الله شمعة منورة ازاي الوش والظهر التح بفتة بيضة وهقولك كمان على المحلول اللي بيحط برضو الجزار على الكرشة وبيخليها برضو زي ما انت شايفها كده بيضة شمعة منورة كده هقولك النهاردة بص على كل الاسرار والتكات وكل حاجة بتاعت الجزار انا رحت عند الجزار وعرفت منه هو بيعمل ايه بالزبط فقولت النهاردة ان شاء الله اصور معاكم الفيديو ده بما اني بلعيد داخل علينا كل السنة وانتو طيبين وناس كتيرة او محتاسة في موضوع الكرشة والكلام ده كله فقولت النهاردة ان شاء الله نعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة وزي ما قلتلك بدون تعب ولا مجهود يضبك اضافة مكون واحد بس كده سحري اللي هو في الفنجان ده زمان تشايفها كده انا حطاه هو على جنب كده عشان اقولك عليه اسناء الفيديو بتحطيها على الكرشة بيخلي الكرشة معاك زمان تشايفك كده الجلد بتاعها بيطلع في ثواني يلا بينا بقى نصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ولو الفيديو عاقبك متنسينش باللايك والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس ويلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف الفيديو بتاعنا اول حاجة طبعا معانا كيلو كرشة بلدي انا جبته غسلته تحت الحنفية كويس جدا وبعد كده حطيته في المصفى يصفى معانا تماما هنا بقى جبت طبق كبير وجبت مية سخنة المية يكون سخنة بس يا جماعة ما تكونش مغلية خلي بالك من الخطوات اللي انا بقولك عليها المية سخنة جدا حطيتها كده في الطبق بالشكل ده وبعد كده جبت الكرشة ويحتجي حطوها على وشها في المية السخنة مية سخنة جدا وبعد كده عدية من واحد لعشرة ما تكتريش اكتر من كده من واحد لعشرة وتحجيعها على طول مطلعة الكرشة حطا في المصفى تصفى وتبدأي بقى تمسكي اول حتة كده وتشتغل بيها فانا خدت الشبكة الاول كده اشتغل بيها معاكم الاول واقول لكم بص بسم الله ما شاء الله الشبكة بتنضف يا جماعة بكل سهولة ولا صعبة ولا اي حاجة زي ما ناس كتير اقاوا بتشتكل موضوع الشبكة تقول ده اصعب حاجة الشبكة بتنضفش معايا وبيبقى الفرو بتاعها لازق جواها والكلام ده كله لا بصي بصوابع ايدي ازاي بفرقها بصوابع ايدي بتنضف معايا على طول بكل سهولة هو ولا ولا محتاجة سكينة ولا محتاجة اي حاجة خالص بس طبعا بص هنفض بقى كده الاول كده عشان طبعا هو لازق جوا الشبكة هنفضه وهجيب السكينة وطلعه بس كده وعايز يطلع بس من قلب الشبكة مش محتاج اي حاجة عملتوا بالسكينة كده على طول عشان ننجز في الوقت وروحت جاي غسلها تحت الحنفية ودي المكون السحرة هنا حطهولكو هجا في الفلنجان زي ما انتم شايفين هقولكو عليه واحنا شغالين مع بعض بص الجلدي بيطلع معاني ازاي بكل سهولة اهو انهار ده يا جماعة احنا بنعمل الطريقة بتاعت الجزار بالزبط زي ما هو بيعمل انا رحت بقوله انت قولي بصراحة انت بتحطي اضافات ايه وعايز اشوفك وانت شغال رح قالت فضالي تعالي دخلت وفتفرجت عليه هو بيشتغل بينضف في الكرشة لقيت وبيحطش اي اضافات يا جماعة اي اضافات بحطهاش كل اللي هو بيعمله كم خطوة كده احنا بنعملها بنعملها غلط فهو بيعملها بتطلع الكرشة معايا الفرو بتاعها بيطلع بكل سهولة ولا في تعب ولا في اي حاجة خالص طيب ايه الخطوات اللي احنا بنعملها غلط وهو بيعملها الصح والكرشة بتنضف معايا كده عشان ما عم نورة انا هقولك عليهم اول خطوة احنا بنعملها بص بيطلع معايا ازاي بصابع ايديا موضوع مش صعب خالص مش محتاج سكينة على فكرة خالص بس احنا عشان ننجز في الوقت بنستخدم السكينة هو بيقول لها كم خطوة قال لي اول خطوة بيعملها ان المية ما تكونش مغلية المية تكون سخنة جدا 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 تمام وبعد كده بتحجيها يمسكها بقطعة الكرشة وتحجيها حطها في المية السخنة وتعدي من واحد لعشرة من واحد لعشرة تحطها كده فيها وتروح جاي على طول مطلعات الكرشة منها وتبدأ تشتغل فيها على طول طيب لو الكرشة ان انت كنت مطلعا وحطاها على جنب دي ولسه ما اشتغلتش فيها بردت ومش عالفة تعبشتغل فيها تعملي ايه هتروح جاي حطة مية سخنة تاني وتروح جاي مسكة الكرشة ومغطصها فيها وتعدي برضو من واحد لعشرة وتطلعيها اهم حاجة ما تركينيش الكرشة جوه المية جوه المية السخنة بتركينيش الكرشة فيها ليه عشان لو ستيها هتنشف الكرشة وهتشد منك والجلد اللي على الوش ده الفرو ده هيقفش في اللحم ومش هتعرفت طلعيه ابدا فهم هدول بس الكام خطوة عافية انا السنة اللي فاتت بص بطلع معي ازاي انا بوريك اول قطعة كده انا بطلعها بصوابع ايدي وبعد كده بروح الجاي بشتغل عطول بالسكينة هنا بقى هنعم مع بعض المحلول برضو اللي الجزار بيعمله بيخلي الكرشة معاك بفتة بيضة كده بسم الله بان شاء الله معانين احنا اضفناها خلاص هي بتبفتة بيضة مش محتاجة حاجة بس انا برضو حبيت اقولك عن المحلول اللي هو برضو بحطه فيها هو عمل هنا ايه حطي تلات اه حطي اربع لامونات وبعد كده حطي معلقة ملح لامون وبعد كده معلقة بيكين باودر ويقب بيت مية بس كده هو ده هو بيحطه تمام وبعد كده ويبه كويس جدا كده مع بعض تمام وهنا بقى هنجيب الكرشة بقى وحاجة احطاها فيها بقى بصي الكرشة بيضة مش محتاجة بس انا ايه يعني برضو عشان اواريكو برضو الخطوات بتاعتو حاجة احطاها كده وبعد كده بقى تحاجة بقى تفرقيها بقى كويس جدا طب احنا اما نعمل الخطوة دي بنخسل الكرشة كويس خلي بالك والنوطة دي تخسلها الاول اما تعمل الخطوة ديت وتبدأ يبقى تفرقيها بالشكل ده تفرقي بقى الوش والظهر بتاعها هتلاقي اللي اتنين بسم الله ما شاء الله بيضة كده شاعة منوارة كده وبصي الله اكبر عليها شايف ضهرها ضهرها زي وشها ابيض ابيض بفتة بيضة زي ما قلت لك التعملي بس اللي هو قال عليه القم خطوة دورة هما اللي بيخلوا الكرشة بتقفش مني كده ويما بتعرفيش تشيل الفاروة بتاعها ويبقى لازق ويغلبك وتعود يفضل تعمل في السكينة والكلام ده كله لأ مش محتاج قصوة لحد يمسك قصودك ولا اي حاجة هنا بقى بعد ما غسلتها كويس جدا واحتجاها سايبها في المحلول لمدة بس ايه تلت دقايق مش اكتر من كده وبعد كده رحت على الحوض غسلتها كويس جدا وصفتها وبدأت بقى حطها في الطبق بالشكل ده هفردها كده في الطبق انت براحتك بقى عايز قطعيها وتطبخها في ساعتها تمام عايز تقطعيها وتشيل في الفريزر تمام انا ستاة كده باش هنصورها معاكم ووريكم بسم الله ما شاء الله هي شكلها عامل ازاي والله اكبر عليها ومش غلبتني خالص في الغسل بتاعها والله العظيم يعني الموضوع كله كان سهل وبسيط وبصي ظهرها اشطى اشطى بسم الله ما شاء الله الموضوع سهل جدا وبصتنا حبيت النهار ده عام معاكم الكرشة اشان الناس كتيرة قوي يعني اتبسطت جدا من فيديوهات بتاعتي بتاعت المنبار وبتدعيه ده عاوي حلوة فانا قلت النهار ده ان شاء الله عام معاكم الكرشة زي بتاعت الجزار بالزبط وعلى فكرة انا عاملة معاكم السنة اللي فاتت الكرشة باللسبرين هي نفس النتيجة على فكرة بس ايه انا المرة دي قلت بها اجربها كده واشوف فعلا اللسبرين ده بيعمل حاجة لاته بيعملش اي حاجة هي نفس اللي انا بعمله كل مرة اللي انا بحطش الكرشة في المية المغلية المية بتكون سخنة بس وي بروحك جاية حط الكرشة فيها زي ما قلت لك وافضل كده قلبها كده فيها لمدة عشر عدات تعد بواحد اتنين تقاتي عشر عدات والطلعيها وتشتغل فيها على طول بس كده يارب الوصفة بتاعت الكون عجبتكم سهلة وسريعة وبسيطة وان شاء الله هتجربيها هتعجبك جدا جدا وبالله عليك يا شيخة ما تنسي نشبر لايك على الفيديو وما تنسيش دعمينا على البيتج بتاع الفيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته